اشتركوا في القناة نتناول في هذا البرنامج شرح احاديث الامام العلامة محمد بن اسماعيل البخاري عليه رحمة الله تعالى من خلال كتابه الجامعة الصحيح نتناول هذه الاحاديث بالشرح والتوضيح والتبيين ونذكر اهم الفوائد التي جاءت في هذه الاحاديث باختصار وكذلك لا ننسى المقاصد المهمة مقاصد السنة النبوية التي جاءت في احاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه اخواني الكرام اخوات الكريمات ثواني معدودة نستمعي لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة اخرى بعد هذا الفاصل فانتظرونا اهلا وسهلا بكم اخواني الكرام واخوات الكريمات اتعدنا لكم مرة اخرى بعد هذا الفاصل وبعد ان استمعنا لهذا الحديث ولا نزال معكم في شرح كتاب صحيح الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى كنا قد وصلنا في شرح كتاب الطب وحديثنا هذا حديث ابو هريرة رضي الله عنه ارضاه بوابه البخاري بقوله باب اذا وقع الذباب في الاناء عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه كله ثم يطرحه فان في احد جناحيه شفاء وفي الاخر وفي الاخر داء اخواني الكرام اخوات الكريمات قبل ان نتكلم في شرح هذا الحديث نقول للاسف ان هناك طائفة من الناس وطائفة من الفرق وطائفة من المنافقين والعياذ بالله يشككون في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى امرنا باتباع هدي رسولنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم عليه وسلم والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول الا واني اتيت الكتاب ومثله معه الكتاب ومثله معه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من الاحاديث التي وصلتنا ثابتة بالاسانيد الصحيحة فدونها العلماء مثل الكتاب هنا هذا الذي نشرحه كتاب الجامعة الصحيح للامام البخاري كتاب الجامعة الصحيح للامام مسلم السنن الأربعة سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النساعي، سنن ابن ماجة، كذلك المسانيد، مسند الإمام أحمد وغيرها من الكتب الأخرى، موطل إمام مالك، معجم الطبراني، الكبير، والأوساط، والصغير، كتب كثيرة من العلماء هؤلاء دونوا هذه الكتب في القرن الثاني، والثالث، والرابع، بل والخامس حجري وكان الصحابة يجالسون رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعون الأحاديث ثم يبلغونها لغيرهم للتابعين والتابعي لتابع التابعي يبلغ الحديث لتابع تابع التابعي وهكذا حتى وصلت هذه الأحاديث إلى أئمة العلماء الكبار أئمة الحديث كما ذكرناهم قبل قليل البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وبرمواجة، ومالك، وغيرهم من علماء الحديث إذن الأحاديث التي رواها العلماء بأسانيدة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل العلم يجب أن نتلقاها بالقبول ولا يجوز الطعن فيها وهذا الحديث هناك من طعن فيه العياذ بالله هناك من شكك فيه في قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسوا كله ثم يطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء جاء في لفظ آخر إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أيضا هذا الحديث أخرجه البخاري فليغمسه فليضعه يغمره في الإناء عند كوم ماء وجد فيه ذبابة تغمسها ثم ترميها بالخارج ليطرحه أن يرميه ثم ترمي هذه الذبابة طبعا في هذا الحديث تبيان لأهمية التسليم والإنقياد والسمع والطاعة لحبيبنا ولرسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم دائما يرشد أمته لما فيه الخير ولما يحبه ويرضاه ولما فيه صلاح دينهم ودنياهم طبعا إذا وقع الذباب فيه الشراب أو الطعام فالمسلم ماذا يفعل يغمس هذا الذباب ثم ينزعه ويطرحه لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن في أحد جناحيه شفاء والآخر داء سبحان الله أحد العلماء في العصر الحاضر عمل مجموعة أبحاث ورسل كبار الجامعات الأوروبية والأمريكية ووجد أن هذه الأبحاث كلها تؤيد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من أن الذباب يحتوي على داء من البكتيريا وبكتيريا نافعة وبكتيريا ظارة فإذا غمس الذباب أو هذه الذبابة فإن الفيروسات البكتيريا النافعة تخضي على البكتيريا الظارة بإذن الله سبحانه وتعالى وهذا مصداقا لقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إذن هذه معجزة من معجزات الصادق المصطوق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال الشيخ من عثمين عليه رحمة الله تعالى قال إن في الذباب مادة تكون سببا لمرض البكتيريا وإن هذه المادة تكون في أحد جناحيه وفي الجناح الآخر مادة أخرى تقاومها وعلى هذا فيكون الحديث مطابقا تماما لما شهد له الطب ثم يقول وأيا كان فإن الواجب على المرء المسلم التسليم بما جاء في كتاب الله وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر مدير مركز الأبحاث والدراسات للحشرات الناقلة للأمراض بعنوان ذكر في بحث له خاص الداء والدواء في جناحي الذباب ما يوافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخواني الكرام أخواني الكرام أخواني الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في اتباع كتاب الله سبحانه وتعالى واتباع سلة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر